السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم بل بلا كبيرة على الفرز والأصوات والنسب والأرقام اللي أعلنتهم هيئة الانتخابات اللي فما ناس لحقيقة كنت تتشكك في نازهة الهيئة وتتهمها بالتزوير حتى من قبل ما تعلن على النتائج ديريك تومو جبت الخلاص الوطني قالت بأنه الهيئة هذي بش تتزور النتائج حتى من قبل عملية الاستفتاءة ككل في فترة اللي فاتت معناه بشكل فعامة يقولوا هيئة الانتخابات معينة تابعة إلى قيسة سعيد ستزور الانتخابات ستزور الاستفتاء اتهمت شفناهم من رؤساء أحزاب كبيرة من خصوم قيسة سعيد من الناس اللي رفضين المسار تقريباً لكلهم يتهموا الهيئة بالتزوير عدم النازهة عدم الشفافية إلى غير ذلك اللي صار هو خطأ كما قال البيان متعليزي البارح خطأ تأسرى بقى بي الاشكال هوني شنوان حب نقول قبل ما نحكي لكم على الاشكال هذية وردود الفعل السياسية ومتع المنظمات الهيئة كان عندها ثلاث هيين بش تعلن على النتائج علش تتسرعت علش تتسرع وتهبط النتائج هما غالطين وفيهم بعض الاشكاليات اليوم فما يعني بعض الحجش اللي يعتمدوا عليها الخصوم والمشكين في الهيئة يعتمدوا عليها في التشكيك في النتائج انتي تجي تقولهم انه توزر فما مية وخمسة لاف مشرك وهي عدد سكينها ما يتجاوزش يعني تسعين الف فهذا اشكال يعني منين جاي والاخرين فهذا يخلي الناس تشكك في نازية الانتخابات اللي صار هو اشنون؟ اللي صار هو انه مثل مثلا توزر احنا قلنا توزر به توزر مية وخمسة لاف المية وخمسة لاف هذي كان مش متاع توزر تحطت قدام ولاية اخرى شركوا فيها مية وخمسة لاف صحيح اما الاسم والترتيب متاع الولايات كنوا غلطين يعني توزر كنت قدامها مثل رقم اخر ولا من عرش جدينا بوغتكوا مثل قفصة شركوا فيها مية الف في عوض قفصة توزر يعني الرقم متاع قفصة مية الف تحط قدام توزر هذي هي هو الاشكال اللي صار هو انه منظمات اليوم تدعو الى اعادة فرز الاصوات فمشكون يقول يعني لازم يكون فيما شهود معاينين لاعادة فرز الاصوات برشة منظمات الى جانب طبعا التشكيك السياسي متاع القرارات السياسية المركز التونسي المتوسطي طالب باعادة فرز الاصوات باشرف محكمة المحاسبات وملاحظي الجمعيات طبعا يقول هذا انه الملاحظين اللي امنوا عملية الاستفتاء لكلهم يكونوا حاضرين دعا ايضا الى مد المركز بنسخ من محاضر الهيئات الفرعية في كل الدوائر الانتخابية واحصائيات المشاركة حسب الولايات والمعتمديات والعمادات وتمكنهم من نتائج اقتراع الناخبات حسب نوع التجيلي اما ارادي وإلا ايل دونك اليوم زادا نلقاو عاتيد عاتيد طالبة هيئة الانتخابات باحترام مبدأ الشفافية ونشر المحاضر والتقارير المتعلقة بالاستفتاء طبعا نلقاو كل المنظمات تتحركت على خلفية هذا الخطأ قلت كان عندهم ثلاثة أيام كانوا نجموا يخذوا وقتهم مش باللزمة يعانوا عليها بعد بنهار نهار الاثنين الاستفتاء مش باللزمة نهار ثلاثة بشو نقول واو والله معناها الهيئة عاملت مجل لي لي خذ وقتك زيد نهار انتي عندك ثلاثة أيام كاملين وقت اللي ترا روحك انتي حاضرة وثبت ودقاقت وكل شيء اعمل الكونفيرانس دو بريس واعلن على النتائج باش ما تقعوش في هذا الخطأ به من جهتها في هذا الخصوص هيئة الانتخابات نشرت على صفحتها رسمية بالفيسبوك جميع محاضر جمع نتائج الاستفتاء حسب الولايات درقا لكل اشكاليات تفاديا لكل تأويلات وتشكيك القاتروحة الهيئة يعني قدام وضعية صعيبة وخايبة ومعناها عودة نشرة المحاضر متاع الولايات على صفحة رسمية اللي حاجته بشي طلع عليها ينجم يدخل على صفحة رسمية به انا يقف اي ووتش اي ووتش طالبت باعادة فرز الاصوات من قبل لجنة مستقلة دون مشاركة هيئة الانتخابات قد تبعد انت على روحك تخلينا احنا الصناديق وتخلينا المحاضر وكل شيء ولجنة مستقلة هي اللي تعاود تفرز الاصوات ومبعدها انقارنوا بين النتيجة انتهى هذه اللجنة وبين النتيجة اللي اعلنتها انتي بتابعة الحال نلقى عدة خصوم سياسيين رفيق عبد السلام يعني سياسيين معارضين للمسار من التيار الديمقراطي غيرها من السياسيين اللي ندوا واتهموا الهيئة بالتجرير ما ننساوش ما ننساوش جبت الخلاص عفوا جبت الخلاص الوطني اللي حتى قبل ما تبدأ الفرز وقبل ما تبدأ نتيج اعلنت على التشكيك وانه الهيئة بيش تزور يعني احكام مسبقة اللي صار هو هذا ضغط ملحوظ كما تشوفو سياسيا وعلى مستوى المنظمات برشا ضغوط فرئيس هيئة الانتخابات البراح كان في ربط مباشر مع التلفزة الوطنية فحاول يوضح وحاول يبرر شنو اللي صار كيف اجتمت العملية فاعلن واكد انه مجرد خطأ تسربة ما فما حتى تزوير ما فما حتى اشكال ويقولك انه كل شي واضح بنسبة لهذه الانتخابات خطأ هو عمل بشري تسربة هذا الخطأ اللي قلت الارقام يعني مشيت لغير لغير الولايات يقولك انه العملية الانتخابية دي متاع الاستفتاء لا تشوبها شائبة اي طرف يحب يشكك خلي يشكك على روحه يمشي للقضاء والقضاء هو الفيصل في هذا الخصوص تجي تدوينة لسيف الدين مخلوف نشر فيها فصل من فصول من المرسوم اللي اصدره قبل رئيس الجمهورية قيس قيس سعيد بخصوص البرسوم تأحداث هيئة انتخابات ينص هذا الفصل على انه لا يمكن محاسبة يعني او محكمة رئيس هيئة الانتخابات او واحد من اعضائها ويحط بعض الشروط الا بالاغلبية واكبعض الشروط ويقول يومه يتمتعوا بالحصانة فيقول سيف الدين مخلوفها وكعليش توافهمنا انه ما ينجموا يعملوا حتى شيء الناس المعارضين والمشكين ما ينجموا يعملوا حتى شيء لهيئة الانتخابات ويتهمها بالتزوير ويشكك في نتائجها وفي نزاهتها رغم انه هي وضحت على كل امام كل المشكين والملاحظين سواء بموضوعية وإلا حتى بدهئ سيسي انهم يتوجهوا الى القضاء يتوجه للقضاء والقضاء هو الفيصل بين الجميع اذا كان اخطأت لهيئته ويعلن واذا كان يعني مجرد خطأته ويعلن وطبعا الناس اللي يطالب باعادة الفرز فهذا اشكال كبير برشا يمكن غير مطروح لحقيقة مش نراو اعادة فرز من جديد النتائج تم اعلانها بشكل اولي الطعون مفتوحة ثلاثة ايام لمدة ثلاث ايام فمن يرغب في الطعن فليتوجه الى القضاء ترجمة نانسي قنقر